حبايب الطلاب السادس الإعدادي طلاب الدور الثاني رجئنا لكم بالمحاضرة الثانية من اليونت السالس اوكي هاي المحاضرة رقم الثانية محاضرة الخلية ستعش هي شرحنا بشاغلات خلي اتذكر لك اياها اذان تمت ذكرها او اذكر لك acknowledged اول موضع شرحناه وهو موضوع المبني المجموعة موضع القواعدين شرحناه بالمحاضرة السابقة وايضا بالمحاضرة السابقة شرحنا قطعة كتاب اللي هي قطعة البانكر المصرفي بهذه المحاضرة رح نختم counselor شرح نشرح بهذه المحاضرة رح نشرح اول شغلة رح نشرح ثلاث شغلات الشغلة الاولى هي قطعة استثمار المال او خلي نقول بالانجليزي ميكينج موني حتى تفتهمه جمع المال استثمار المال كيفك شي سميه سميه ميكينج موني هاي المحاضرة العفو الموضوع الاول بعدها راح يشرح لك التوصيلات واخر شي سنشرح ما هو الاسقاطات مال وحده السالسه يبقى عندك شنو الانشاء ذا اني بالتليقرام الانشاء هاني الصراحة ما نتصادس يعني ما شوفه انه انشاء مهم يعني ما راح يكون انشاء مهم من ضمن الانشاءات اللي انا خلالك ايها مهمة اللي هي وانت بالقناة ما تليقرام مالتنا اه يعني من شاءة انا نصفط لك ايها من الاهمة اللي لقاء الاهمية انشاء مهم من ضمنهم زيان هاي الاشياء اللي احنا راح نشرحها باليونت السادس عفو بالمحاضرة الثانية بيونت السادس اللي هي ميك الموني التوصيلات والاسقاطات طبعا التوصيلات هو انا تمريم واحد ايضا اللي هو تمريمها اختيارات وشارحاني مسبقا اختيارات شنو معناها وين تجينا فبهاي المحاضرة راح نشرح كل هاي المواضيع اريدك تركز واي وتضبط وياي كل هاي الاشياء خاطر تفتهم اليونت السادس في شكل كامل اول شيء واحنا راح نبدي بيمن راح نبدي بالقطعة اللي هي ميكينج موني فهسا راح ارض لك ايها على الشاشة وتبقى وياي والملف مال القطعة راح نزل لك ياو ترقام حتى تتأشر وياي وتضبط القطعة بشكل كامل طلاب هذي هي قطعة كسب المال او استثمار المال واضح لي قطعة ميكينج موني هاي قطعة طبعا مهمة انا شوفها الصراحة يعني داما نجوم معتها اسئلة هي بسيطة ما بيها كلي شوية اسئلة معقدة طبعا هي القطعة اللي هي نهاية الكتاب يونت خامس سادس سابع ثامن مو صعبات يعني اسئلة كلش بسيطة وسهلة فاني داما اقول طبعا بركز على اخر خمس يونتات كقطع كتاب عفوك من ذني اللي بالبداية بداية شوية صعبات وبين اسئلة هواية تفاصيل هواية فهاي تبقى عندك القطعة كلش بسيطات وسهلات اللي هنا قطعة اليونت الخامس السادس اليونت السابع وثامن كلش بسيطات وسهلات وايضا يفيدنك بشغلة كلش قوية لهذه الاسقاطات لانو داما يعني تشوف دانيونتات يركزون الاسقاطات على ذني القطع يجوون معدن هواية ترى قطع الكتاب انت راح تحفظها مو نيونت خامس سادس سابع وثامن راح تستفاد معدن مو كيه سؤال وجواب فقط راح تستفاد معدن شنو هنا راح تستفاد معدن كيه اسقاطات فلازم تضبطه انا مثلا كان على شكل مقاطع مثل ما افتهمنا احنا بالليونت الاول والثاني والثالث والخامس سابقا هما راح نجي نتقسمها على شكل مقاطع باوع المقطع الاول العفو على شكل مقاطع مقطع الاول الاسئلة مالته المهمة اللي تجيك وراح احشلك ايضا على اسئلة المهمة شوفوا يا انا قضاءة كسب المال يعني هي من الكتاب مبين من عنوانه يعني جمع فلوس تجمع فلوس اقف الطرق تجمع بها فلوس انا لاحشلك عليها كلها هاي التفاصيل من الشي اللي اللي شون قبل يجمعون فلوس حد هسا شون تقدر انت تجمع فلوس تزيدها تدخرها المهم انت عندك لازم تضبط الاسئلة اللي خاصة به نيجي على المقطع الاول شي يقول يقول سيفينج فور دفيوتر سيفينج فور دفيوتر الاستثمار سيفينج اه ادخار او استثمار المال للمستقبل انستقبل معناها مغروس هذا الشي مغروس فينا او بينا احنا منذ الصغر يعني منذ اعمار الصغيرة يعني من انت صغير اهلك اعلموك على استثمار المال يعني يقول لك يروح جبح الصالة ويجمعهم ما ارفين حتى تشتري بيهن حتى بعدين ما يجوين يأخذوهم ويعفوك ديوحوك يعني هاي داما يسوا هاي شي ما ارفش خلوك تجمع فلوس يطلوك الف تجمع فلوس بالاخير اللي يأخذوهم ما يليش يشترون بيهن يعني قشمر هاي شبه الصراحة فلا تجمع فلوس منها السدير بارك يعني اذا تجمع فلوس لازم تشوف يا ما تنطيم ياه زيان المهم حتى لا نضيع وقت كاطفال احنا يعني دا تشوف احنا رجعنا الى اطفال صغار لا نصرف علمونا اهنه لا نصرف كل الفلوس اللي بجيبنا لا نصرف كل الفلوس اللي بجيبنا مرة وحدة but to put some aside put some aside هاي مهمة تكون تجي كتوصيلات put some aside بس نخلفت شغلة نخلي فدي فلوس حتى شنو ليش نخلي فدي فلوس من عدهن يعني ما نجمعين كلهن اول عف ما نصرفين كلهن نجمع فلوس to buy something bigger later on حتى نشتري فتشغلة رح يقول لك ليش اهلك علموك ان ما تصرف فلوسك كلها تقول لها to buy something bigger later on to buy معناها نشتري to buy something شيء ان ما bigger اكبر later on مثلا يقول لك جمع حتى تشتري فد مثل ما نقول بايسيكل او بلاي ايه يقول لك يتي قشمروك بداية خلكوا تجمع ونتوصل فترة طام وياخذوهم من عندك وتبعد تروح شغلتك تتعب زيلا when we start work عندما نعمل we are encouraged يعني احنا كبرنا بعض بلش الشاب يشتور we are encouraged شجعونا to put money into pension plans نخلي فلوسنا اللي نشتري بها مو كلها اغلبها هواين pension plans معناها خطة تقاعدية يعني حتى منتك كبر تشيف هاي فلوسة كترة رح تستضاد معدها to save for our retirement شو بباوع هادي to save for our retirement حتى ندخل هاي فلوس للتقاعد مالتنا ليش تدخل فلوس للتقاعد مالتنا كي تسوي بها so that we can حتى نقدر continue نستمر to enjoy a good standard of living when we are older حتى شنو هنا نقول حتى نستمر بالاستمتاع بمن good standard of living معناها مستوى معيشي جيد when we are older عندما نكبر هاي الاسئلة اللي خاصة به هاي الاسئلة اللي خاصة به هاي الاسئلة ماته الاسئلة ماته شي يقول يقول what do children learn about their pocket money يعني شنو يعلمون اطفال عن الفلوس اللي يجمعوها what do children learn شنو يتعلمون اطفال عن الفلوس اللي بجيبهم not to spend all our pocket money هذا الجواب ما ترح يكون عندك هنا we learned not to spend all our pocket money at once او تكتب له يعني مثلا تكتب له جواب هادة to put some aside to put يعني جواب مختصر هادة تقدر تقول some some aside حتى نخلي لازم بعض نعدها على جنب يعني من الصرفها كلها at once to put some aside and not to spend at once and not not to to spend 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 it at once هذا الجواب ما تكترح يكون حتى ما نصرف كلها بمرة واحدة تقدر انت لحد كلمته هنا put some aside تقدر تجواب بس هادة جوابك كون كلش كافي يعني منطقي هو قطعة مرات تقدر جواب من عندك من خيلتك بس هو هادة جواب شوه كلش كافي when we start work we are encouraged to put some money or put money into pension plans too يقول احنا من بلا شنا نشتغل علمونا وشجعونا نحط فلوسنا بالPension plans الخطة التقاعدية شي تقول لها to save for retirement هذا طياني اشوفه مهم هذا السؤال to save for retirement هذا الجواب اللي انا اشرت لك علي بالاحمر هذا الجواب ما استهناني to save for our retirement حتى نحتفظ بها لتقاعد مالتنا واضح هذا الجواب ما اتراح يكون تكتبهنا هنا اوكي هذا كلش مهم هادة السؤال why should people save money for the future هذا كلش مهم هادة people save money for the retirement so that we can شنو هادة شنو هادة continue a good standard of living when we are older طعا هادة طعا هادة جواب ما اتراح السؤال رح يكون هادة جواب ما اتراح so that we can continue to enjoy good standard of living when we are older هادة جواب ما اتراح يكون عندك يقول ليش الناس لازم تدخل الفلوس او احنا ندخل الفلوس حتى شنو بالمستقوى شي يصير تقوله so that we can continue حتى نستمر to enjoy الاستمتاع good standard of living مستوى معيشة جيد when we are older هادة هو جواب مالتة يعني ماضين السؤال ايه ثنين هنجواب واحد ثنين هنجواب واحد واضح ثنين هنجوا مهمات الوزارة ثنين هنجوا وزاريات علمونا قيمة الادخار او قيمة حفظ المال او قيمة عدم صرف المال شنوه هذا صح لو خطأ اكيد هناش راح تقول لي صح علمونا على هذا الشي اوكي هذا هو المقطع الاول اشرت لك الاسئلة كلش مهمة هنا ثلاث اسئلة اشرتك اون دني مهمات جدا واضح هسا راح نجي على المقطع الثاني there are many ways هسا راح يجيك على الطرق اللي انت من خلالها تقدر تدخل المال there are many ways in which we can make our money work for us راح يقول لك شون تخلي فلوسك تشتغل لك شون تقدر تزيد فلوسك شو تقول له هنا banks inform us of different types of saving accounts saving accounts معناها حسابات الادخار يقول البانكس اخذناها بالمحاضرة السابقة معناها مصارف inform us تقول لنا او تخبرنا of different types different types هي معناها انواع مختلفة من حسابات التوفير with more or less interest مع فائدة قليلة او كثيرة the longer we leave our money with them كل ما تخلي فلوسك ويها ما كثر كل ما راح تزيد فلوسك اكثر من حسابات التوفير some saving accounts suit regular savers others are more appropriate for those of us who wish to invest يعني معناها مبلغ ثابت سايفينج اكاونت هسا هذا مو مو تصوالين انا سايفينج اكاونت هي شنو شنو تفيد benefit شوف كلمة benefit شو تفيد حسابات التوفير تفيد الناس people who do not need to access this money يعني الناس اللي ما تريد تسترجع لفلوس يعني ما محتاجونهم خليهم هي شيء زيادة هاي يعني زيادة ماتوا شنو يخلوها بحسابات التوفير فيقول تفيد الناس اللي ما يريد يسترجعون فلوسهم يعني ما يحتاجوا فلوسهم في المنقود and if we can't forget it it is there so much the better كل ما خليناهم هناك بالحسابات التوفير كل ما هو رح يكون افضل انه يعني رح يزيد فلوسنا هواي من ذول ذول جماعة حسابات التوفير هذا اول واحد اول مصدر لي استثمار المال هو حساب التوفير هسا هنا رح نجعله سلامات السؤال اول مهم saving accounts benefit people who do not need اللي ما يحتاجون do not need الذين لا يحتاجون استرجاع فلوسهم شي تقول له هنا تقول له اكيد قبل شوية خذناها saving accounts benefit people who do not تجي تجاوب من هنا who do not need to access the money الذين لا يحتاجون استرجاع الاموال فجواب متى هو رح يكون من هنا who do not need to access the money تقدر تجاوبه هنا واضح؟ زياد when do people get a lot of interest of their saving accounts when do people get a lot of interest interest فادي وين الناس تقدر تحصل فادي اكثر في حسابات التوفير when they leave the money for long time او تقدر هنا شو تقول له تقول له when they forget it بس تجاوب هذي يعني هاتجواب مختصناش فالصراحة كلش مهم when they forget it يعني لما ينسونه when they forget it يعني لما ينسونه هو عندك الجواب انت تقدر تقدر تقول when they forget their money for a long time يعني هاتجوا يقدر جوابه بس تتطلع من هنا تطلع هنا من مقطع عندك مثلا هنا شو يقول لك less interest longer we leave our money with them the longer we leave our money with them يعني الفترة اللي احنا نطول فلوسنا او نخلي فلوسنا وياهم فترة طوية لا راح نستفاد معدها هنا انا هاذا جواب مالته هنا انا واضح يعني هاي الاسئلة كلش تعتبر مهمة بالمقطع الثاني هسا نجا على المقطع الثالث شو يقول لك بابا عيالي زين نجا على المقطع الثالث نجا على المقطع الثالث يقول financially minded هسا نجا على الناس اللي هم عقلياتهم مادية financially minded يعني ما يرضى بس كم فلس تروحوهم بحساب توفير لا هنا يريد زيد فلوسه هواية يريد فلوس كل شو هواية شو يسوي هذا هذا financially minded people الناس اللي هم يعني عقلياتهم مادية استثمارية اكثر who follow the market invest in stocks and shares اللي شي سوون ذولي يتبعون الاستثمار اللي هو بالأوراق والأسهم المالية يعني التداول العملات وإلى آخرين هيت شي يعني هذا شي تفيد يعني اكو في الناس الطب اللي هيت مجال هواية بحب هذا الشي مصدر لجمع المالي الكثير واضح هذا شنو هذا فالفينانشالي minded people وين يستثمرون استثمار الثاني invest in stocks and shares هذا هو شنو عندك عندك الطريقة الثاني invest in stocks and shares او انت تكتب فقط stocks stocks and shares اللي هي الأوراق والأسم المالي يعني هذا هذا طريقة الادخار الثاني الأولى يخذناها saving accounts الثانية stocks and shares زين هذا ممكن يكون للبعض هو عبارة عن هواية hobby and making a lot of money وجمع الكثير من المال شي يجي يقول لك هنا يقول لك يابا هذا it is a risky business هذا عمل خطير risky business ليه شو يعتبر risky business and there are no because there are no guarantees لأنه ماكو اي ضمانات حقيقية انت راه تحصلها لانت ستشايف بالناس اللي تشتغب التداول ممكن يربو حفل سابس من السوقات ممكن يخسرها فاكو فد خطورة يعني اكو فد risky business عمل خطير شو تقول لي او شغل فد مخاطرة يعني تقول لي because there are no guarantees لا يوجد هناك اي ضمانات because there are no guarantees the major players in this game الناس major players اللاعبين الرئيسيين بهذا الاستثمار are the specialist الاخصائيين او الاختصاص يعني مو انت اي واحد يجي يروح بالاستثمر بالاستوكسون شيرز اللي هي واقع سومالية التداول ما تكتر مو كل شخص يقدر يسوي بس اللاعبين الرئيسيين بالتأكيد ممكن تخسريك فلوسة هواية بإضافة الى ربحها يعني تقدر ممكن نفس الوقت تربح بس ممكن تخسر بأي لحظة الزيان وهذا الشيء مناسب الناس اللي يريدون رواتب يريدون مبالغ ثابته الناس اللي تريد شنوه مبالغ ثابته يعني روات ماذا راتب يروح يجمعه بالسايفين اكاونت يقول لك فلان فترة يريد هل قدد فلوس ما يحتاج يعني ما مطمع يعني هيش الشخص الفكسام هو الناس اللي مطمع اشوفه يعني ما يريد فلوسه هواية لانه خاف ممكن يكتر يجازف هذا زياد هذا كلش مهم هذا السؤال ليش الاستثمار بالاسهم والاوراق المالية يعتبر ليش لانه لا يوجد هناك ضمانات هناك ضمانات هذا الجواب ما انتك يبليش منها هناك ضمانات لانه لا يوجد هناك اي ضمانات زياد من هم اللاعبين الرئيسيين في لعبة التداول او الاوراق؟ او الاوراق الاسهم المالية شو تقول لي؟ تقول لي تقول لي هالجواب ما انتك كلمة واحدة بس بس هالجواب ما انتك راح يكون واضح؟ هذا يعتبر ايضا سؤال مهم من هم اللاعبين الرئيسيين؟ تقول لي شنو؟ تقول لي زياد زياد لكثير من الناس يكون ممكن يكون هابي هواية طريقة لجمع المال يعني هو هم هم هواية وهم يكون طريقة شنوية لجمع المال واضح؟ زياد الناس الذى العقول المالية الذى يستثمرون بال هم فقط هؤلاء الاشخاص الذى العقلية المالية صح؟ هذا بس ذو العقلية المالية مو يعلم كل واحد واضح؟ زياد نجي هسا على المقطع الرابع يقول الفلوس ايضا تقدر تخليها وين تقدر تستثمرها شنو البروبرتي طلاب؟ اللي هي العقارات هكو ناس تستثمر بالعقارات يعني هكو طرق تستثمر بها فلوسك بالسيفينج اكاونت واكو بالستوكسن شيرز واكو بالبروبرتي اللي هي شنية هي العقارات يقول انت خرط كلية معناه يقول لما انت تشتري قطعة او عقار هذا ممكن عقار بعد كم سنة راح يزيد فانت راح تبيعه راح تحصر جلوسه هواية وهذا يعني هذا الخرط كلها بس كلمة مهمة اللي يريد ان عندك شنه هنا مهمة الفلوس اللي تستثمرها بالعقار هي امنة مثل ما اكتل قبل شوية معني بالمدى البعيد معني بالمدى البعيد اللي يعرف هذي خلي اكتبها بالتعليقات popular شون ان في كلمة popular صح صفة هي بس اريد ان فيهم اريد ان فيهم غير شاع او او يعني غير شعبي هيتشي يعني كلمة popular شاعي يس انا جايب صفة شاع يعني غير شاع بس اريد اقول غير شاع بالانجليز بس مجرد راح نضيف الاضافة اولية شنو هاي اللي ضافة الاولية نضيفة لكلمة popular اخرناها بليونت الاول فانت اكتب تلقة popular شو صير حتى تنفي حتى تصير غير شاعبي او غير شاع in the UK وين في United Kingdom United Kingdom هاي راح يقول لك وين هذا الاستثمار ما اللي هو عندنا الاستثمار مع العقار وين شاع راح تقول له باليوكي هذا كلش مهم ايضا at the moment يعني بهذا الفترة بهاي الايام شاع وين شاع في اليوكي زين نيجي هنا انا علي من عليه what is the most popular investment شو بس اجيت قلت لك اين انا ما هو الاستثمار الاكثر شيوعا in the UK at the moment ما هو الاستثمار الاكثر شيوعا stocks and shares لا saving accounts لا property اللي هي العقار او امتلاك العقارات هذا property هذا الجواب ما انتك راح يكون بس تكتب كلمة property اللي هو العقار ايش اش يعني in the UK the most popular investment in property ايش تقول له هنا انا يقول لك باليونايتد كيندم هو اهم استثمار هو او اكثر استثمار شواح وهو هو ال property صح اوكي how can we invest our money كيف نستطيع استثمار فلوسنا ثلاث طرق stocks and shares property والاولى هي saving accounts ثلاثة how can we invest our money هذا الجواب مات اذا اقول لك why we invest our money شو تقول لي يابا حتى نستمر بمستوى معيشة جيدة عندها ما نكبر بس تقول لك شلون نستثمرها راح تطيها هاي ثلاث طرق تكتب لك دينة معدن كلش كافي الانتحاني وزاري واضح هسا راح نجي عليه ما راح نجي على القطع اللي عفو التمارين ما القطعه تمارين ها شنو عندي عندي اختيارات ومهمة جدا وزارية هاي الاختيارات طبعا هاي التمارين اللي هاني راح اشرح لك يعني هاي القطعه كلش مهمة اركزلك عليها هاي عندما كنا اطفال start to say for when we are older though we are taught the value of the saving though we often buy big things كلهي يقول we are taught the value of saving علمونا قيمة الادخار عندما كنا اطفال علمونا قيمة الادخار هاده هو الجواب وماتك علمونا قيمه الادخار اه ثانية راح نحصل فائدة اكثر اذا خلينا فلوسنا بالحساب الوقت طويل او اذا غيرنا الحسابات بعض الاحيان وغالبين اذا خلينا فلوسنا بالحساب الوقت طويل وتقدر هذا تكتب سبب اذا قال لك اش وقت نحصل على فلوس اكثر بالحسابات التوفير اذا حفظنا فلوسنا او خلينا فلوسنا الوقت اطول هذا جواب مات هنا اشي يقول لك نجعل النقطة رقم ثلاثة الاستثمار بالاسم والوراق المالية شو اعتبر دائما يحصل لك ربح لا احنا مو قلنا مرات يخسر مرات تتخسر يعتبر للمرح هواية للبعض اي اكيد هو يعتبر هواية للبعض الناس اذا اشتريت عقار رح تحصل الفلوس هواية من اليجار لا انت لا تحتاج قرض من الدولة سوف ممكن تربح فلوس هواية اذا بعته بس انت ما رح تتاجرني انت باش تتاجر من 100000 او 300000 او 400500 او 400000 او 400000 او 500000 او 400000 ما رح تستطيع فيه سواية فهذا غلط هذا الصحيح you may get a lot of money when you sell it هذا هو الجواب ماط فهاي عندك هذه القطعة مات التمرين طبعا كلها مهم ما اشرط لك على نقطة بقيت لك هاي مهمة لهم كلها مهم يعني هذا التمرين كل اللي اشرحت لك ها هو التمرين مهم خاصة عندك السوق قطعة الهنان بعد ما خلصنا السوق قطعة راح نجيك على التمارين والتمارين للتواصلات ورسقات حتى نخلص ونختم اليوم السادس طلاب حبايب هس راح نجي على التوصيلات طبعا انا استسويت ارضها كان بالملزمة مع المراجعة مع الدور الاول موجود بالتليقرام الناشرة يعني كل تفاصيلها كاملة فانس راح اجيش احيك التواصلات طبعا ما راح ناخذ كل تواصلات اليوم السادس اللي هنه هواية اصلا طبعا ما خليك التمارين المهمة اللي تجوي امتحان الوزاري اوكي فالملزمة مع المراجعة موجودة يمك ما تريد تروع الملزمة المراجعة تقدر تقراهن علي الكتاب وبخالله كان هنا الرقم مع الصفحة اللي موجودة عندك في الكتاب كتاب طبعا النشاط وكتاب ملون وتقبرها الصراحة الشيئة كانت هاي طبعا موجودة عندك صفحة اه 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 اعفو مية واحد ثلاثين وين بالاكتيبيتي بوك اذا الحقائب كانت ثقيلة يجب ان تدفع عجر اضافي اذا الحقائب كانت تشبيهه التوهفي معناه ثقيلة طعنت حتى ممكن اثقيلات يجي منها اه ادير والاك يجب ان تدفع عجر اضافي كتاب اذا الترافيك ان تدفع او مزدحم I will be at the airport at 12.30 راح أكون بالثناش ونص أنا هناك وين بالمطار كلمة مطار كلمة traffic إذا كان عندي الوقت والفلوس الكافية أنا راح أجويك I would come with you If you spend a lot of money إذا صرفت فلوسه هواية on me علي I will be very cross راح أكون معارض إليك أو غاضب جدا أو هي تشي I will be very cross طيب هات تمرين كلش مهم بالمتحاني وزاري طلاب لازم لازم تضبطه تقرأ نصيح هات تمرين كلش مهم If you would told me If you had told me عفو You were going to London أنه أنت راح تروح إلى لندن I would have lent you my guidebook Guidebook اللي هو الدليل السياحي أو كتاب الدليل يعني إذا أنت قايل لي أنه أنت راح تروح إلى لندن أنا راح أطيك الكتاب ماتي حتى تأخذه لأك لما تروح التمرين ثاني وتمرين 138 هذا أيضا وزاري أنا هذا التمرين ما أدري أعتقد راح يجي دور ثاني وزاري مهم مو مرشح يقول عليهم مهم حتى لا واحد يجي بعدين يقول حتى لا أترك أركز علي هال التمرين كل لي شو مهم تقدر تقول لي حكاة بتجيل في يعني موجود لقدامك ترجم الفصحة بس أنا هاتشي بتجيل في تقدر تقول لي When I will receive my card شو وقت راح أسلم البطاقة ماتي تقدر تقول لي شو وقت راح أسلم البطاقة ماتي في Could you please let me know When I will receive my card I was told that تم إخباري I would receive it within a week أو I was told that أنا أخبرت بأنني سوف أستلمها خلال أسبوع أو قال لولي أني راح أستلمها خلال أسبوع فهي تقبل أن تكمل النقطة الأولى I am writing to require أنا أكتب to require حتى أقول لك about my ATM card حتى يحكي لك أو أقول لك على البطاقة الصراف الآلي الخاصة بي ATM card بطاقة الصراف الآلي If I had an ATM card لو كان عند بطاقة الصراف الآلي I could withdraw أقدر أسحب money flus on my way to work أقدر أسحب فلوس بطريقي للشو work في الكناس هنا هنا فلو كان عندي بطاقة الصراف الآلي الآلات هاي الصراف الآلي يستمر بالشوارع تقدر تسحب فلوس معي لشوكة مترية واضح فلو كان عندها البطاقان لح أقدر أسحب فلوس وانا رايح للشوه المالتي If I could check my account لو كانت أقدر check أفحص الحساب المالتي I would save a lot of balance by telephone سوفر العفو هنا هنا أشوف هاي by telephone هي المفضل هنا تكون يعني إذا كنت أقدر أفحص الحساب المالتي بالتليفون I would save a lot of balance راح أوفر الكثير من الوقت lot of time مو balance يعني lot of time راح أوفر عنالسي الكثير من الوقت واضح؟ هذه التمريم موجود عندك صفحة 138 كتاب الطالب تقدر تقل أيضا تحتمل عليه صفحة 55 بالكتاب الملون student book صفحة 55 بالكتاب الملون overdraft facilities اللي هي تسهيلات السحب شنو هاي تعريفها هي ability to use more money قدرة على استخدام فلوس أكثر than you have in your account moment at the moment هذه ما قاضي moment moment if you have in your account at the moment لو كان عندك فلوس أو هي قدرة استعمال أو استخدام الفلوس أكثر من اللي انت تمتلكها بالحساب مالتك يعني تسهيل فلوس أكثر من اللي عندك الحساب minimum balance هاي مهمة هو smallest amount of money you can have in your account without charge back يعني مقدار غليل مقدار قليل من المال اللي انت تقدر تمتلكه على حسابك دون دفع رسوم هذا هو minimum balance smallest amount of money هذا تقدر تعفظه كدليل الفلوس الأقل يعني أصغر أصغر مقدار من المال اللي تمتلكه بحسابك زين ATM card a machine you can withdraw cash from ATM card حتنا قبل شوية هي آلة تقدر تسحيل فلوس من عده ATM card credit card fee اللي هي أجور بطاقة الاعتمان money you pay the bank every year if you have a credit card فلوس تقدر أنت تدفحها المصرف if you have a credit card لو كان عندك جنوب بطاقة واضح هذا التمرين أيضا يعني هذا نسبة ثلاثين بالمئة شباب كدور ثاني بس ذاك اللي حتنا عقل شوية كل شباب هذا عندك أيضا بالاكتيفيتي بوكسة 109 bank statement تعارف شنو هو الكشف الحساب paper that tells you what happened to your bank account in the past month paper هو paper that tells you about what happened to your bank ماذا حدث لحسابك يعني صار حسابك وين بالشهر الماضي يعني هذا من خلال انت راح تعرف وش قلت سحابك قد اخذت يعني هو هاي تفاصيل من خلال bank account حساب المصرف أو bank statement عفوا كيش في الحساب المصرف زيان account number رقم الحساب the number hi the number that is used to identify your account identify مو ID month identify 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 حتى شنو حتى تقدر من خلال تميز حسابك balance الرصيد the total amount of money in your account هو المبلغ الكلي للنقود في حسابك transaction المقايضة الصفقة اللي الاخر هي activity in your bank account النشاط معين بحسابك المصرفي زيان withdrawal withdrawal سحب money taken out of your account فلوس تقدر تسحبها منين من حسابك deposit deposit ايداع money that you put in your bank account فلوس تحطه من حسابك بينما withdrawal هو عكسه هو شي تاخله من الحساب يعني فلوس يتاخله من حسابك واضح؟ بينما deposit لا هو ايداع شي تخليه من حسابك واضح؟ هذه هي التوصيلات اللي خاصة في الوحدة السادسة المهمة بعد ما خلصنا التوصيلات هسا رح نجي نختم انا اياك اليونت كله بالاسقاطات المهمة للوحدة السادسة خليكوا اياي طلاب هسا نجي على الاسقاطات اللي خاصة بوحدة السادسة اسقاطات موحدة السادسة مو مهمة مثل بقية اليونتات بس حاول تقراها يعني خاف ممكن يجوية نقطة من عندها وانت مقاريها وتعوفها وتتركها وتؤثر عليك بقية الاسقاطات فحاول تضبط لنا تماريحها قليلة جدا ويجب لك نصة من الكتاب احنا رح نشرحين كلهم دين التماريح لموجودات الكتاب واضح خليك بالبداية يعني مخطط بالبلزة وما المراجب عن الدور الأول مخطط هذا ايضا كلش مهم يفيدك انت اذا طلاب يدور يعني يتعاجزك للاسقاطات فحاول تضبط على الاقل هذا المخطط رح تفتهم كل شي خاص به باوعوا يعني عندنا اليونت سارس بس قاطات اليونت سكس هذي يقولك كلمات مثل valid اللي هي ثلاث شي صالح الى expired expired معناها صلاحية open current هذين اثنين يجوها كلمة account وأكاونت تجوها open current وهكذا عند الغ minimum total يجوها كلمة balance value القيمة تجوها investment واضح اللي هي استثمار فهس احنا رح نجي ناخدهم طبعا هذا مخطط بسيط تقدر تقال عندها بوحدك يعني مو شرط الا انا اشرح لك ياه تقدر تضبطها زين هنا اشكاتب لك هاني كاتب لك اسقاطات هذه اليونت تتحدث على المصارف الأموال الاستثمار وكذلك حسابات المصرفية يعني كل شي خاص بالحسابات مصارف ما اعرف شو رح تلقى هاين مجدد بيونت السؤالس نجي على الاسه تمرين صفحة 140 بالنشاط كلش مهم شي يقول لك هنا يقول لك كلمات withdrawal معناها سحب نقدي expired منتهي back يعيد valid صالح فرع down payment دفع اوله statement كشف installment اقتصاد انترنت نجي على النقطة الاولى كلش مهمة the bank statement او يعرفون نقطة الاولى هذي i am afraid your card انا خائف afraid your card is no longer valid لم تعد صالحة يعني شنو معناها لم تعد صالحة expired يعني انتهت صلاحيتها a week ago منذ اسبوع او قبل اسبوع فهنا انا شي يقول لهنانا عندك كلمات مو قلت لك كلمة valid و expired انا حط لك هاتين نجي بالوزارة درني يعني ممكن تجيك هاية او ممكن تجيك هاية او ممكن تجيك هاية يعني ما تجيك فراغين يجيك فراغ واحد لو تجيك هاية لو هاية فاثنين المهمات ذلي اوكي زيان this bank الفراغ shows i have a lot of money in my account this bank statement شوف كلمة bank دائما يجو وراها كلمة statement واضح statement يجي قبلها شنوة bank يعني هاي تقدر تعتبرها مرادفة كاملة هاي bank statement كشف الحساب فكشف الحساب يقول لي ايش قد عندي فلوس بحسابي there must be a mistake لا بد ان هناك كفة خطأ mistake خطأ i didn't make this كلمة make لم اقوم بعمل هذا السحب withdrawal last week لم اقوم بعمل هذا شنو؟ هذا السحب ايضا تجو يا هاي كلش مهمة كلمة make دامن made تجو يا دامن مستيك ايضا خطأ ما كي يجي لك يا تحاول تقراها كاسقاطة مهمة how many فراغ do you have to make to pay for your loan how many installments كم عدد الاقصاط اللي يجب ان تدفعها to pay for your loan لتسدد pay back حتى تسدد القرض مرتك كم هي عدد اقصاط اللي يجب دفعها حتى تسدد القرض مرتك my father lent me the money ابي عارلي او انطاني فلوس to put فراغ on a new car على سيارة جديدة to put a down payment دفعة اولى down payment الدفعة الاولى وقسط الاول زين if you have investment اذا كان عندك شنوى العفو if you have internet access عندك وصول الانترنت يعني اتصال بالانترنت you can bank فراغ تقدر تقوم باجراءاتك المصرفية وتقدر تتواصل مع المصرف online على الانترنت هذا ايضا مهم هذا bank online زين there is فراغ of our bank near the university يوجد هناك شنوى فرع للمصرف مرتنا بالقرب من الجامعة near the university بالقرب من الجامعة هذا التمرين مهم وزاري كلش حاول تقرابه وضبطه زين تمرين سي صفحة 141 كتاب النشاط هذا ما محلول عندك كتاب النشاط يعني ما مضطيك اصلا كلمات هو انا اخليك اياها كلمة balance معناها رصيد current jari loan سحب value قيمة اهنا انا مو شرط تجيب لك نفس الكلمة اللي انا اخليك اياها لا ممكن تجيب لك كلمة ثانية انا وسرح حدد لك ياها شوف النقطة الاولى current account ممكن يعني شي كلش مهم ان يجيب لك كلمة account جواها فراغ فممكن يقول لك current او يقول لك فراغ account اثنين اذا جتها يتكتبها او اذا جتها يتكتبها او اذا جتها يتكتبها او واضح current account comes with check book حساب جاري يأتي معه check book اللي هو دفتر شيكات اه دفتر حساباتي تقدر تسحب فلوسك او تقدر تسحب فلوسك من الاتم ماشين من جهاز الصراف الالي minimum فراغ is 100 iraqi دينار الحد الادنى للرصيد هو شنوه الف دينار عراقي the minimum balance هذا اني واحدة تجيه اللخ داما total balance ايضا minimum balance يجي داما the value of investing قيمة الاستثمار value مهم هاي اسقاطة can go down as well as up يمكن ان تنخفوه ويمكن شنوه ترتفع قيمة الاستثمار ممكن ترتفع هاي اخذينها من مقطع مال ما الاستثمار المال الاسقاطة هاي اوكي if you don't have enough money اذا ما عندك توسوه هاي to buy something ان تشترفت شغله you can ask the bank تقدر تطلب من المصرف شنوه اح تقدر تطلب بعدهم قرض loan واضح الوزاريات هي هاي وزاريات الاسقاطات مالوحدة الثالفة مالوحدة الثالفة اوكي يعني نفس الشي تقريبا ماكو اختلاف بينه عن البقية للسقاطات هو اخذ شنوه اخذ فراغ اخذ ارض حكى يدفع للسيارة ماته الرصيد الرصيد هو شنوه هو total amount قبل شوية اخذناها هاي يعني نفس الكلمات دا نعيدها مرتانية بالوزاري I am waiting for the bank to check my balance انا انتظر كشف الحساب دا شوف bank statement مو قلتلك تجدها من bank or a statement if you have a current account اذا عندك حساب جاري you have to maintain your balance لازم تحافظ على شنوه على الرصيد مالتك try to invest حاول تستثمر هاي تجيس قاطة your money don't keep it لا تحتفظ بها in a box under bed لا تحتفظ بها بالمخدة بالبطل بالقاصة لا تحاول تستثمر هاي try to invest your money okay if you if you for your cards no one else will be able to use them اذا انت كنسلت الكارد ماتك يعني لغيت البطاقات ماتك ماك واحد رح يقدر يوصل الهم the card can be used at any ATM card card okay ATM card with ATM دائما تجاه الكلمات she made from her checking account she made withdrawal شوف مين قامت بسحب فلوس من الحساب مالتها التجاري i opened bank account bank account bank statement bank statement نفس الكلمات نعال علينا مرة ثانية i opened فتحت حساب مصرفي الأسبوع أو العفوء الشهر الماضي واضح هذه الاسقاطات اللي مهمة اللي تجيك عندك بالوحدة السادسة واضح وقعدنا تمرين واحد راح نحله اللي هو تمرين اختيارات حتى نختم الوحدة السادسة على خير وسلامة ابقوا له على آخر الشغلة ثلاث دقائق احتاج من عندك طلاب هذا آخر شي بوحدة السادسة آخر تمرين بوحدة السادسة هذا التمرين يجيك اختيارات ما راتكو شغلة يسموه اختيارات يعني تجيك من مكان التوصيلات اخذنا بليونت الأول بليونت الثانية تمرينين لونت الثالث اخذنا تمارين لونت الخامس اخذنا تماريين وهسا احناقض تمارين واضح؟ هسا رح يصل لادة كنام التمرين الخامس مين بواحد 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 بهاو عليه هاي التمارين او هاي اللي راح نحجعه التمارين راح نحجعه وين تجيك بالسؤال شوفوا ياه تجيك بالسؤال الثالث فرعبي مكان التوصيل هات مرات تجيبونه بس يعني ما هو يجي لكن انت يعني ما تعرف كل شي يصيب بالوزاري فممكن يجي هاي الثمارين حل بها تحفظه حفظ يعني تحفظ الجواب فقط يعني ما يحتاج تقل جملة كلها يعني هي اثنين يجي بالاكيان بالقوس هنا نفس المعنى تقريبا يعني تحفظ فقط الجواب ما نفهم فنجي على النقطة الولى ماي فادر اوبند لو ميد انا كاونت صنع حساب او فتح حساب هتقل اوبند انا كاونت فتح حسابا فورمي وان اهوز قايت يعني ما يتكمل ما يحتاج اي ديبوزيت ديبوزيت لو انستولد ديبوزيت انا اودعت اه مليون اراكي دينار او 5 مليون اراكي دينار او 5 ملايين دينار اراقي هذا الاسبوع او هذا العفاة الصباحي انا اودعته الثمان او ممكن نفس النجوي كاتوصلات من الناسة بترى يعني نفس مثل يقلك ầu grandma فتجيبها انتنقى مباشرة وقول يابة نفس التوصلات ووك AkuYi نفس هاي فتح حساب ونفسه كتجيك capsule تفرض غرامة إذا كنت مدينا تفرض عليك أجر أو غرامة في معناها أجر أو غرامة إذا كنت مدين لهم يعني يطلبوك يجي شيء إذا صنت حساب ماتك أو حفظت على حساب ماتك الأدنى من الحساب لا يحتاج إدفع أجر أو أحدثت أدفع خرامة أقدر أقوم بعملية السحب بأي وقت هيا جاية اسقاطات ايضا بعض الحسابات شنوها تتبع المزيد من الفائدة اكثر من الاخرين فكلمة pay تجي مع كلمة interest واضح يعني هذا نقدر نقول عليه اختيارات تجي توصيلات تجي اسقاطات فتمرين انها من الاخير يعني لا احتيارات احتيارات تمرين كلش مهم هذا واضح فحاول انه تضبطه وتقرأ لهنا انتهى عندك اليونة السادس شوفكم ان شاء الله بخير باليونة السابع والثامن وفي امان الله